ساعات وليلة بتفصلنا عن مباراة العودة أمام ساندونز مباراة هامة جداً بينتظرها الجماهير القاصي والداني هنا في مصر أخبار النادي الأهلي قبل ما أقولكم أخبار النادي الأهلي لازم أحطكم في الوضع القائم للمباراة ككل من وقت الصفر لغاية النهاردة أنا بالنسبة لي هذا الاستعداد مقسم لأربع حاجات هنقشهم مع بعض الأولى هي الاستعداد الإداري تاني حاجة الاستعداد الفني ومقسم لثلاث حاجات ألفه بهجيم نفسي ومعنوي وتكتيكي رقم ثلاثة هو التوفيق وده عامل مهم جداً وهنتكلم عليه برضو رقم أربعة هي التحكيم وهنكلم فيه مع هنخلي الفقرة دي هنكلم فيها مع ضيفي الأستاذ خالد الإتربي أول حاجة في الاستعداد الإداري وده من فضل الله النادي الأهلي عملوا بشكل ممتاز إنه سافر قبل المباراة بست أيام تحديداً سافر مع فريق سانداونز يوم الحد الماضي ليه سافر قبل المباراة بهذا التوقيت؟ لازم نعرف كل حاجة لها مغزة ومترتبة بشكل صح وشكل احترافي أولاً بريتوريا مرتفعة عن سطح البحر تحديداً بألف وتلتمية وسبعين متر يعني أربعة تلاف ربعمية خمسة وتسعين قدم وكلما ارتفعت الأرض عن سطح البحر أنت محتاج على الساعة البيولوجية تزبطها شفنا ده في اليابان وشفنا ده في أثيوبيا أثيوبيا في ألفين وسبعة وأنا كنت موجود هناك كانت مباراة كأس السوبر الإفريقي ما بين الأهلي والنجم السحلي نادي الأهلي كان محتاج كان لسه محتاج وقت طويل جداً عشان الساعة البيولوجية سافرنا قبلها وكان ده في احتفالات الاتحاد الإفريقي بمرور خمسين عام على إنشاء الاتحاد الإفريقي والأهلي والنجم كانت المباراة الختامية في هذا الاحتفال وبالمناسبة سريعاً مباراة الأهلي والنجم ده يوميها النجم كان جايب معه أنبوبات أكسجين في قلب غرف الملابس ما بين الشوطين دخلوا حطوا ما فيش بقى تيكتيكي ولا جانب فني ولا الحاجات دي كلها حطوا اللعيبة نازل ما لها بتحط على إكسجين عشان تقدر تكمل المباراة من المباراة أنا نفسي كنت موجود وقتها في شبكة راديو وطليفزيون العرب هما خمس ست سلالة اللي مطلعنا الفوق أنا بنهج لغاة لما أطلع فوق لو أنت نايم كمان في جو زي ده لو تقلبت بتنهج حاجة صعبة جداً فهرجع بقى للنقطة الأساسية أنه النادي الأهلي استعد دي أول حاجة في الاستعداد الإداري أنه سافر قبل المباراة بست أيام عشان الساعة البيولوجية تتزبط عند اللعيبة فتيجي وقت المباراة ما تفاجأش أنه فيه تعب فيه إرهاق فيه فيه دي أول حاجة وعملناها بالشكل المستقيم أو الشكل الصحيح تاني حاجة الاستعداد الفني استعداد الفني للمباراة عندنا نفسي ومعناوي وتكتيجي المعناوي إحنا رحيين بفوز صحيح الفوز ده يتحط على جمع وهنبتدي الشوط التاني وده اللي أكد عليه سيد عبد الحفيظ واللي أكد عليه الجهاز الفني بالكامل للعيبة إن إحنا هنبتدي الشوط التاني من نقطة صفر صفر عشان ما نرتكلش للهدفين اللي جيبناهم في القاهرة إذا ده شوط وده شوط لو ارتكلنا ممكن بعض اللعيبة يحصل عندها نوع من أنواع التراخي لكن الجانب المعناوي أنت رايح بشكل كويس عكس ما كنت بادئ المباراة القاهرة بضغط نفسي من المباراة العام الماضي المباراة التي لن تتكرر كما قال موسيماني نفسه المباراة الخامسة لن تتكرر في التاريخ وهي تحدث مرة واحدة لكن لكن بقواعدكوا في وقت من الأوقات مش لازم المراضي يعني أنه الخامسة والستة النادي الأهلي هيكررها وبشكل كويس جدا إن شاء الله أوعدكوا في المستقبل القريب إن شاء الله النسبة للإستعداد النفسي برضو النهاردة كان فيه أولا فيه محاضرة معنوية من فيلر للعيبة النادي الأهلي بالفيديو هيدرسوا الفريق بالفيديو وواضح من قراءتنا الفيلر إنه متفوق في هذه النحية متفوق بشكل كبير يعني متفوق إنه قادر يقرى المنافس وقادر يهيئ لعبته سواء من خلال الفيديو أو من خلال الإستعداد أيضا النهاردة كان فيه تمرين وده كل فقرة كان فيه فقرة طرفيهية للعيبة النادي الأهلي استعدادة لسانداونز ده بييجي في الاستعداد إيه؟ استعداد النفسي الموضوع بس مش استعداد لعب كورة ده كل الحاجات دي عشان تقدر إزاي تروح للمباراة وقت المباراة انت واصل للتوب فورم بتاعتك كل النقط دي أنا بحطوكه على نقط حطوا نقطة أحرفوا إحنا إيه اللي حصل من يوم الحد لغاية يوم السابت القادم فالسعداد النفسي يعني أحد الأمور اللي فيه تدريب النهاردة كان فيها فقرة طرفيهية أداها لعبه النادي الأهلي والجهاز الفني سعداد التكتيكي بقى سعداد التكتيكي بييجي فيه طبعا المحاضرة الفنية اللي احنا تكلمنا عليها محاضرة دراسة الخصم بالفيديو في المباراة السابقة وفي مباراة في الدولة في جنوب أفريقيا وآخر مباراة سانداون إزاي بيلعبوا وإزاي بيتحركوا ودي تحديداً هنتكلم عليها بشكل دقيق النهاردة كمان عندنا هنا في القناة هيكون كريم سعيد كريم سعيد شاطر قوي في إنه يقدر يقولك تحركات اللعيبة بتروح وتيجي إزاي فدي فكرة مهمة جداً هنتكلم فيها مع زماننا محمد سعيد